بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى وبدأنا بداية جديدة بداية عام هجري مليء بالأنوار ومليء بالأسرار أيام جديدة بيحس فيها الإنسان بأن ربنا سبحانه وتعالى بيرسل نفحات عشان الحياة تتجدد وعشان كده الإنسان في البدايات بيحس مولود جديد فالبدايات بتيجي معها إحساس بالأمل وإحساس بالبشر وخلي بالكم أهم نفحة في النفحات البدايات أن هي بتيجي بعد نهايات فأنت لازم تخلص على حاجات لازم وأنت في البداية تنتهي عن بعض الأشياء وتتخلص منها فلازم قلبك يكون متهيئ لاستقبالها ومن أهم علامات التهيئ للنفحات الله سبحانه وتعالى الاستبشار النهاردة هنجلس مع جليس اسمه الاستبشار ماينفعش تبتدي بداية جديدة مع عام جديد وإنت ما تشتجلس مع هذا الجليس الجميل الرائع اللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى علينا عشان نحس مع مولانا سبحانه وتعالى بالوسع والجمال ونحس كمان بالرحمة ونحس بالود ونحس بالصفاء ونحس بالعطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يمنعها عنا أبدا في كتير مدينة بينسوا النور والبهجة اللي بتحصل لقلوبهم مع الاستبشار اللي بتحصل لقلوبهم مع الاستبشار